هذا التوافق بين إيران والولايات المتحدة على عدنان الزرفي هل سيمنحه زخما أكبر وفرصة أكبر لتشكيل الحكومة وتمريرها في البرلمان العراق؟ كلا لن يمرر عدنان الزرفي برأينا لن يمرر نهائيا لأن هناك اعتراضات عليه وأيضا حتى هذه الاعتراضات ربما تكون في بعض الأحيان هي مجرد مسرحية لكن لاستمرارية لكي يستمر عادل عبد المهدي تقصد اعتراضة كتلة الفتح نعم لأن عادل عبد المهدي أكثر شخصية سياسية تسلم سدة هذا المنطق الخضراء حمى إيران وأعطى مبالغ إلى إيران هو في السوء يتفوق شوية على المالكي حمى إيران ويحمي الآن الميليشيات وبسياراته الشخصية سيارة موكبه الشخصي دينهم مهسة ما شاء الله كل واحد عنده 200-300 سيارة هاي مواكبهم نعم فهذا هذر كله طبعا ميزانية الدولة بسياراته الشخصية ينقل الميليشيات وينقل الأسلحة والأعتداء وينقلهم من مكان إلى آخر عندما يضربونه في الكاتيوشا وغيرها بسيارات عادل عبد المهدي فلذلك إيران لن تجد أفضل من عادل عبد المهدي هناك أشياء يخادعون بها المجتمع الدولي والمجتمع العراقي اشتركوا في القناة